اجتمع وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم وقيادات الوزارة اليوم مع فريق العمل المنظم لفعاليات ايام مجلس التعاون الخليجي وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق لانجاح هذه التظاهرة والمقرر اقامتها في البلاد في اطار التعاون الخليجي المشترك اقامت وزارة الاعلام اجتماع مع فريق العمل المنظم لفعاليات ايام مجلس التعاون الخليجي برئاسة وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم ملتقى مع زملان أفلامان العام بدون مجلس تعاون الخليج العربي برئاسة الأمين العام المساعد محمد بن راشد المري وبتوجيهات من معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري تم النقاش العديد من المواضيع كون دولة الكويت هي دولة الرئاسة وتم البحث في عدة مواضيع تخص يقامة فعاليات وأنشطة لدول مجلس التعاون في دولة الكويت في المرحلة القادمة لتسليط الضوء على أهم النجاحات لدول مجلس التعاون فجرى العادة أن تكون دولة الرئاسة تحتضن فعاليات خاصة بعدة مواضيع فكان اليوم هذا اللقاء هو الأول لذلك إن شاء الله استوفى تحتضن دولة الكويت في الأشهر القليل القادمة عدة فعاليات وأنشطة نتمنى أن نصلط الضوء على المرحلة الحيوية القادمة إن شاء الله يأتي هذا الاجتماع للعمل على ترتيب وتنسيق الفعاليات والتي من المقرر أن تقام في دولة الكويت والتي تأكس اللحمة الخليجية وجودنا في الكويت اليوم كوفد من كافة قطاعات الأمال العامة لمجلس التعاون الخليجي يأتي للتنسيق لإقامة فعاليات أيام خليجية وأسابيع خليجية هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ورعاهم بأهمية تنظيم أسابيع خليجية في دول المجلس جرى العمل على أن تتولى دولة الرئاسة لمجلس التعاون تنظيم هذه الفعاليات أثناء فترة رئاستها كما تعلمون بأن رئاسة مجلس التعاون لهذا العام هي لدولة الكويت وكانت برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر حفظها الله ورعاه وعلى هذا الأساس تم التنظيم والتنسيق لإقامة هذه الفعاليات حرص وزارة الإعلام على دعم كل مشروع ودعم كل فعالية تصب في هذا التوجه نحن في كل قطاعات الوزارة دائما وابدا هدفنا من خلال حتى الخطاب الإعلامي الذي ينطلق من وزارة الإعلام يأتي المقام الأول تأمين البيت الخليجي تعزيز الهوية الخليجية وتعزيز اللحمة الخليجية ونجاحكم هو نجاح أيضا ليس فقط لدولة الكويت لكن لكل أعضاء دول مجلس التعاون وجهودكم هذه إن شاء الله تكلب بالنجاح ونحن مثل ما بدينا معاكم في بداية الحديد إن شاء الله كل الإمكانيات سنوفرها لكم وكل ما تطلبون إن شاء الله سنسأله فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي تأتي ترجمة لتوصيات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم وتأكيدا على اللحمة الخليجية ووحدة أصف والمصير المشترك يوسف صفر تلفزيون دولات الكويت